عايزة تعملي حاجة حلوة لولادك وكمان ما تكونش مكلفة تعالوا مع بعض نشوف هنعمل النهاردة عظمة ايوة بجد هنعمل مع بعض عظمة بسكوتة كده طحفة ما بين البسكوت والنيتي حاجة كده بجد طحفة هتدوب ده وبان في البق ومش مكلفة بالمرة تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشوف المقادير معانا مع بعض هتكون ايه بولة كده هننزل عليها باربع بضاط بكوين من الفانيليا وطبعا البيض بدرجة حرارة المطبخ وكمان كوباية لربع من السكر الحبيبات العادي هاتي المضرب يلوزة المضرب اليدة والعادي دويب كل ده مع بعضه لغاية ما السكر يدوب عندك مش هياخد معاك اقل من دقيقة ان شاء الله يكون داب والقوام بتاعه تقل كده هنشوف مع بعض دلوقتي وفي الوقت ده طبعا لو لسه ما حطت ليش لايك حطي لايك واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد اللي بيبقى كويس جدا يا لوزة لغاية ما السكر يدوب تماما هتخد معاك دقيقة مش اكدر سرنا كده صغيرة من الملح وكمان كوباية اللي ربع من الزيت زيت تموين زيت بقى الزيت اللي موجود عندك اشتغل بيه والله ده زيت تموين مش هيقول لا هنقلب كويس جدا جدا لغاية ما الخليط ده يتقل معايا ويبقى قوامه زي ما انتو شايفين كده هضيف بقى معلقتين من النشا وهقلب كويس جدا جدا وبعد كده طبعا في البولة اللي قدامكم دي كنت جهزت ثلاث كبيات ونص من الدقيق ونخلاه وهرجع ان اخله تاني مرة تانية معاكم عشان يدخل بقى ايه فيه هوا كده وتبقى البسكوتة بتاعتك تحفى اللي بي كويس كده ودوبت عندي هنا كده النشا اختفى خالص هجيب بقى طبعا انا دلوقتي مش بعاير الدقيق لا انا بس بدخل فيه الهوا تاني كده بنخله معاكم بضيفيش دقيق كل مرة واحدة ديفي شوية بشوية وتتويهيهم وبعد كده ترجع الديفي تاني هجيب باكم من الكيكشيف او البيكن بودر انا ضيفة كيكشيف باكم اهو في قلبه برضو كده المنخل بتاعي او المنخل بتاعت اللي انا بنخل بيها وهقلب كويس جدا جدا طبعا العجينة بتاعت بتبقى بتلزق هنشوفها برضو دلوقتي طبعا حسب بقى طبعا العجينة بتاعتك او الديق بتاعك بيحب السويل الكتير او العكس يعني عشان كده بنضيف شوية بشوية موضفيش الدقيق مرة واحدة ممكن تاخد معاك تلاتة ونص من الديق كلهم وممكن تستكفي بس بتلات كبايات بتلات كبايات وربع كده يعني اهم حاجة تلم معاك وتبقى بالشكل اللي احنا هنشوفه في الاخر بس انا خدت معايا قدي ايه دقيق تلات كبايات ونص من المج اللي انت شفتوه هلم بقى كده لقيت اللي ازباتوا لمايع معايا كده ومش عارفة قالي بروح تشايلها وقلت مفيش حسن من ايدينا اهو ولم بقى زي ما بقول لكم العجينة بتلزق جدا هروح اخسل ايديا بعد ما هدوه كل الديق طبعا البسكوت مش بيتعجن لو عجنتيها كتير تنشف منك اهو هروح لما اديا بقى واروح اخسل ايديا هتلم معاك بقى على طول هقسم العجينة حاولي تقسميها على قد ما تقدر يتبقى الاتنين قد بعض هاخد جزء كده بالفانيليا هركنو في بولا والجزء التاني هعمله بالكاكاو او بالشوكولاتة تلات معالق من الكاكاو الخام اهو وبرضو لازم انتون خليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ولم العجينة يا لوزة بتاعتك هتبقى عاملة زي الملبن عجينة حلوة قوي طرية مساعداكي زي الفل بصوا ما شاء الله لكواتة الا بالله خاطيرة تستاهل بجد تعمله شير للفيديو وتحط لايك عشان طبعا الفيديو يرفع ويتشاف بصوا عاملة زي الملبن هنجيب بقى اكياس تلاجة ها اضيف عليها كده بس سنة صغيرة من الزيت وهجيب بقى العجينة بتاعت اللي هي الفانيليا ونحطها عشان نفردها هلمها بس كده بتاخد حرارة ايديا كده شفتو هيا ادي ايه ملزقة بس متماسكة مش ملزقة يعني لا هي ملزقة وعجينة البسكوت بتبقى ملزقة شوية جبت كيس تلاجة تاني برضو وفرداء وهتبتدي بالنشابة كده او بالمردنة تفرديها قولي نص سانتي كده اهو والكاميرا بجد جايبة كل حاجة مش محتاجة شرح بوركوا لكده السمك بتاعها اهو بصوا رؤياءة جدا بس مش رؤياءة تبقى مبينة الكيس اللي تحتيها لا رؤياءة بعقلية هنرفحها بقى ونجيب كيس تلاجة تاني فرداء حب صغيرين جدا من الزيت وبفردهم باديا كده واجيب عجينة الشوكولاتة وكيس تاني من فوق وهبتدي افردها بنفس الشكل بصوا الجمال ولو في اي حاجة بقى مش واضحة في الفيديو اتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم من عناية هفردها بقى بصوا العجينة عاملة زي الملبن بتجري تحت المردنة زي الفل هفرد بقى من الجزء ده والجزء ده وبعد كده هشيل الكيس ثانية واحدة ههو نفرد كده بادينا ونساوي ونشيل الكيس بقى ونجيب كمان العجينة اللي هي بالفانيليا ونحطهم اللي اتنين على بعض لو اتقطعت منك ولا اي حاجة ولا يهمك هجيب الجزء ده كده واطبقه هشيل بقى الكيس عشان اعرف اتحرك براحتي هجيب كسمه فوق وهفرد الجزء ده برضو وفريدي وبعد كده هقلبها تاني طرقتها سهلة وحلوة وعايز اقول لكم والله العظيم هي طعمها خطير كده يعني بجد لما اتجربيها هتدعيلي حلوة قوي دخلت كده الالوان فبعد جبت صاج تلاتين فاربعين دهنته دهنت زيت وهبتدي هحطه بقى على الصاج بصتوا لمتها في ادية كده وبروح تانية من الجنب ده بقى كده عشان كان كبير على الصاج اهم حاجة تتني من هنا وتتني من هنا تكون كلها بسوى واحد في الصاج بصتوا انا بفرج بأيدي وبضغط ولا يهمك دي عجينة دخلتها بقى على درجة حرارة 180 طبعا الفرن كنت مشغلاة من قبلها من قبل ما اشتغل وفي الوقت ده خرقتها بعد تلت ساعة عملت لها بقى ايه باقو كده من الشوكولاتة البيضة سماء مستخدمة اسم الشوكولاتة سماء اللي هي البيضة حمام بخار وكمان ضفت عليها 3 معالي من الزيت وبتقلبيهم تبقى معاك زي الفل بتضيفي عليها الشوكولاتة بعد ما بتبرد تماما وبعد كده جبت شوكولاتة اللي هي الغمقى وعلى طول بتضيفيها بقى بالشكل اللي انتو شفتو ده وبتروحي بقى ايه مقطعوها على طول ما تستنيش لما الشوكولاتة تجمل بعد ما قطعتها دخلتها التلاجة عشان اقدم لكم الفيديو على طول بصوا جمالها طحفة شكله ومن بره ومن جوه ومن تحت حاجة كده اللهم بارك وطعمها بقى في حتة تانية خالص بجد ممكن بقى تقدميها بالشكل ده في اوراق الكوبكيك وممكن تقدميها كده زي ما قلت اخدت تلت ساعة في الفرن ممكن تاخد حسب الفرن بتاعك ما بشغلش الشوية خالص درجة الحرارة 180 تاخد نص ساعة تلت ساعة سوري لربع ساعة في الفرن اول ما تخرجيها من الفرن بتغطيها بالاكياس وبفوتة وتسيبيها لما تبرد تماما وبعد كده بتديف الشوكولاتة تقدري بقى تغيري بقى من الشوكولاتة البيضة عايزة تغطيها بالشوكولاتة الغمقى برحتك خالص التزين ده حسب رغبتك انتي بصوا قد ايه هي كيوت وتعمى طعام تسنين بجد يا ربي حبيبي الفيديو نالاعجافكو وجربوها ودعو لي دعوة حلوة ولكم بالمثل بصوا دايبة دايبة دوابان ما شاء الله عليها تحفى جربوها وانا واسكن ان هي هتعجبكم سلام عليكم اشتركوا في القناة